جامعة للصف العربي تريدها الجزائر القمة العربية المزمع عقدها على أراضيها لا يمكن إلا أن تحمل معها آمالاً بانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك يؤكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تأكيدات تفتح الباب أمام رغبة ملحة بجعل القمة المقبلة محطة لجمع الإخوة بعيداً عن سياسة التفريق التي تأتي على الجسد العربي إحنا إلا كان نديره قمة عربية لازم تكون قمة جمعة إن شاء الله تكون طلاقة جديدة للعالم العربي لرغمه مزق نتمنى يكون اجتماع شامل الجزائر ما تكرسش تفريقات على العرب هذا هو الهدف الرئيسي للاجتماع الجمع إحنا دولة دائماً نجمع الفورقة قمة وإذ تفتح من خلالها الجزائر أحضانها لعودة سوريا إلى الدفء العربي بتوافق عربي بعد جمود دام سنوات فإن رغبتها تلك لا تستثني أي طرف كان بما في ذلك الأطراف التي اتخذت من معادات الجزائر منطقاً لها لكن شريطة عودتها إلى جادة صواب خاصةً وأن ذات الأطراف ماضية في سياستها العدائية بشكل لم يشهده التاريخ العربي ويتجل المشهد هذا بإشارة وسائل إعلام مقربة من الإليزي بأن المصادة بات قريباً من الحدود الجزائرية وهو ما قد يخل فوع وقب جيوسياسية وخيمة على أمنها إصلاح الجامعة العربية انطلاقاً من لم شمل أبنائها سيكون خطوةً مهمةً في طريق تجاوز الصعوبات الداخلية يجمع مراقبون في وقت تبرز ملامح الانفتاح على هذا التوجه بمساع تدركها عديد الفواعل داخل الجامعة العربية ترجمة نانسي قنقر